على الاستدلال بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي روية في هيئته في الصلاة رواه وائل بن حجر الصحابي الجليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فكان يرتدي كعباء ملحفة كده يلتح فيها صلى الله عليه وسلم فأخرج يديه وكبر ورفع يقول سيدنا وائل بن حجر ثم وضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم اليمنى على اليسرى على صدره فعندما هكذا تحت هذه العباء فلما جاء في الركوع أخرج يديه وكبر فلما قام سمع الله لمن حمده ورفع يديه أيضا وهكذا إذن دل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع اليمنى على اليسرى في صلاته قالوا اليمنى على اليسرى هكذا الكف على الكف أو اليمنى على الساعد والرصغ هكذا إما على الصدر وإما فوق الصرة وإما تحت الصرة كما هو روية في بعض المذاهب وقالوا أقواها على الصدر والذي بعدها فوق الصرة نعم نعم هكذا أما مسألة أنه ثبت أنه أسدل يديه في الصلاة لا لم يأتي ذلك بل الإمام ابن عبد البر هو من أئمة المالكية وأيضا الإمام أبو الوليد الباجي نقلوا أن صحيح مذهب الإمام مالك اللي وبينسب إليهم المذهب في هذا الصحيح هو القبض نعم وروا الإمام مالك رضي الله عنه ذلك في موطأ القبض ولكن هناك قصة بتروة هل الله أعلم بصحتها بعض الألماء استنكرها أن الإمام أبو جعفر المنصور لما طلب الإمام مالك مالكا على القضاء فرفض الإمام مالك القضاء فضربه أبو جعفر المنصور فكسرت يد الإمام مالك فعندما أراد أن يكبر في الصلاة آلمته فأرسله يديه فرآه البعض فظن أنها سمنة فنقلها عن الإمام مالك قصة تروة الله أعلم بصحتها وإنما نستبعد ذلك لأن الأئمة كانوا يحترمون في زمانهم ويوقرون ولكن ده بيقوله علشان يعني يعني يعلل أو يبرر هذا الإمام مالك ولكن الثابت كما يقول الإمام ابن عبدالبر وحكاه الإمام ابن المنذر أيضا عن المالكية أن الصحيح هو وضع اليد على الصدر أيضا حتى عند أئمة المالكية نستطيع أن نقول من هذا الأمر في البداية أن الإطار العام الأداء الحرقي هنا لا يبطل الصلاة والصلاة صحيحة ونقول لو إنسان أزدل يديه طوال صلاته قلت بقى الإمام مالك رضي الله عنه قلت أي شيء الصلاة صحيحة صحيحة هذه هيئات وإن كان نقول هو خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأن سيدنا النبي حتى في حديث يقول أو سهل المساعدة كانوا يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على اليسرى في الصلاة نعم نعم لدي الكثير